شروف ماشية ازاي. نحن في النساء. اه. نحن الحمد لله طب من الناس. والحمد لله احنا جوه الهوضة يعني ايا كان الوضع يعني. يعني الحمد لله رب عمينها جوه الهوضة كلنا مع بعض. نستنين الهروج هنروح الوسيل ان شاء رحمن هنفعشها. وبعد كده هنركب تايرتنا ونرجع في مصر ان شاء رحمن. الخطوات الادارية والخطوات اللي هي اه مع الكاف هنعملها. لكن خلينا نقفل الصفحة دي بكل ما فيها بقى. وهنبص اللي جاي. هنبص اللي جاي على المستوى المحلي. هنبص اللي جاي على المستوى آآ 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 الاسريقي. ايا كان بقى القيمة وايا كان كاملة القرعة. لكن عندنا مباراة هي كمان مهمة. آآ 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 مؤثرة في المشروع بتاعنا في آآ آآ الدوري اللي هي مع برمج دوم الخميس ان شاء رحمن. ايا كان الوضع دا لازم نقفل الصفحات. هي الشخصيات كده. يعني انت ليك بجبير عشان بتلعب في اجواء طعبة عشان بتلعب في محشات كبيرة عشان بتحق انا شايد كوية. عشان كده تتبقى نجم كبير. نجم كبير يعني اجواء كبيرة يعني مباراة كبيرة يعني اصرار يعني عزيمة يعني سعود يعني فوز. هو ده. فده لازم كل اللي عيدة تتحلى بيه. ولازم اللي عيدة تبقى فاهمة كويس اوي. ان النهارده يعني نقطة من مشوار مهم جدا في افريقيا السناء دي بالزاد. ايا كان بها تلعب المباراة اللولة على ارضك. هتلعب المباراة ثانية برا ارضك هتلعب المباراة اللولة برا ارضك هتلعب ثانية جوه ارضك مش فارقة كتير. المهم ان انت شخصيتك تتحلى بيها وتبقى مصمم عليها. ان شاء الرحمن بازمنا ان نمشي في فرقين يعني. كانت سيد طمينة على ياسر ابراهيم. ياسر انا واحد من الناس اللي مبشوطة جدا 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 من اه شخصية ياسر قبل اداء ياسر او اه او اه مرضود ياسر. يعني اه طبعا هو اخد يعني فتحة كبيرة جدا في اه في اصلا احنا شوفنا دم بس معرفناش اين لحصل يعني. شوفنا دم بس معرفناش اين لحصل. احتكاك طبع بص اخد على الحجم حاجة واحدة بس اخد عليه بس حاجة واحدة بس. اه. ان الشهد الاول فيه كمية تكالم تستوجب الطرد مباشر. استوجب الطرد مباشر. لكن انت هتطبق قانون ازاي دلأجواء اللي انت فيها ديات. اي. 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 يعني يعني ياسر كويس مفوش اي مشكلة وبس متعور في دماغه وخلاص. اه 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 ا أو أفريقيا أجواء أفريقية أقصى فرق شراسة وأقصى فرق هو لازم تحضر لها قوي ساوي لازم أن تتعامل على أرضك أو تتعامل برأ أرضك يعني أعتقد أنه موكلة هتبقى بنفس الشخصية ونفس الهمية ونفس التركيزية يعني أولا عايزين نقول لك ألف مبروك وعايزين برضو من خلال ملعب الأهل نقول لكل الفرقة يعني شكر لنا كل اللاعبين آه طبعا ده واجبهم وده كل حاجة ولكن في النهاية تحت في ظل هذه الظروف الصعبة وفي ظل حملات التشكيك والتحريد خلال الأربع خمس تيام اللي فاتوا وشكر لنا كل اللاعبين يا كابتن سيد على جمهور النادي الأهلي كله حيث يشكره شكرا يا سلام ومشاهر رحمن يوصل توصلوا بالسلامة يا كابتن سيد شكرا جزيلا الكابتن سيد عبد الحفيز يعني يطمن على فريق أو باعتة النادي الأهلي ما زالت